3, 2, 1 أكمل مرة حبقتوا تعملوا ويبسايت لإلكن وكنتوا عتلانين هم بعض النقاط أول شي صعوبة أنتوا تعملوا ويبسايت لإلكن تاني شي ببلاش ولا بمصاري ممكن يكون السيرفس من بعد ما أنك تعمل ويبسايت هل وقع الويبسايت كيف أنتعاطى مع الناس اللي بتتعاطى مع الويبسايت كيف ممكن أنا كشخص خبرتي بالويبسايت كنت أكاد تكون عدمة ممكن هؤلاء النقاط حتى معناك أنك تفكر قبل ما تعمل ويبسايت بيزنس بتعريف لإلك تبيع أغراض اليوم معي ويبسايت ميكر هتعملوا الويبسايت تابعكم ببلاش من أوضو إذا بيهمكن الوضع أو حدا تاني بتعرفوا بيهم الوضع خليكم معي بتتعرفوا كيف بخطوات سهلة جدا كيف مع أوضو هنعرف نعمل ويبسايت وببلاش قبل ما نبدأ لا تنسوا اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس وتذكروا هيدا الاسم أو دي دبل أو أوش هتفوتوا هون هتلاقوا عنكم سوفتوير عن أوضو في أبليكيشن ساين إن و تراي فور فري في أسس منها موجودة بفتلج في أكيد أسس بمصاريفة خلينا احنا هون نقول أنه هنبدأ موضوع أو الأبليكيشن اللي احنا هنشتغل عليه مع بعض ونشوف شو هو في عنا هون ويبسايت في عنا إي كوميرس في عنا إي ليرنينج لايف ريتيل شو ما بتحلم وشو ما تفكروا أنه كنتوا تفوتوا تشتغلوا وتعملوا شي جديد اللي للكم حفيكم تستعملوها من طريق الباج اللي شفتوا محدنا بتبيعه والسيارات شو ما كان هلأ هنفروض أنا هجرب أعمل أنه ويبسايت هنشوف هوني على جنب محطوط أنه فري أهم شي فري وآنليمتد يوزر فيك تكون أنت صاحب الشركة أو أنت صاحب المؤسسة ومعلك خمسة عشر واحد قد ما بدك يوزر في محلات تانية لك لا في يوزر واحد أو اثنين أو ثلاتة وبتدفع عليهم مصاري هيدا ببلاش وخلينا نشوف مع بعض أنه حيقولك شو اسم انت الشركة اللي انت بدك تفتحها شو ما كانت حقول أنه أنا بدي افتح مستر تيك وحتكون الإيميل تابعها آآ مستر تيك حطينا أي إيميل شو اللي بتكون الويبسايت تابعنا يكون اسمه فحنسمي إيه إيه هاب مستر تيك ورقم تليفون تابعنا وين البيس تابعه أكيد أنا عايش بالإمارات فححط بالإمارات وأهم نقطة حلقة ورقية بالإنجليزي أو بتكون إياه بالعربي كرواتي دوتش الصيني هندي فرنساوي شو ما كان هكمل أنا تكنولوجي وحخليه بالإنجليزي وخلينا نروح مع بعض على نيكست ready to build يس let's go أول شي what you want to sell شو بدك تبيع حلقة تبيكون عندك بيزنس ويبسايت أونلاين بلوجر وخلينا نتفق مع بعض أنه أنا بدي أكون عندي إلو علاقة بالبيزنس وهيدا البزنس هيكون تبس عم بيعها سيارات خلينا أقول أنه أنا حبيع مجرد ما أنا حطيت استطارج واللي حيكون فيه التعامل تبعنا تبيع سيارات أكتر إلع علاقة بالتكنوميش أول شي بيطلع لك ألوان كيف بدك تكون لون الويبسايت طبعا أو إذا أنت عندك صورة حد تعملها upload فيك تجبسها من هون وتحط صورة اللي أنت بتلاقيها مناسبة عندك وإيك صار عندي أخدت اللوجو اللي موجود وصار موجود عندي إياه هون هو اللي هيكون كويب أو فيك تنقوق من الألوان الموجودين حتى فيك ترجعوا تغيروا الألوان الموجودة وهون وشو بدك تكون يكون موجود بالويبسايت أكيد نكون في عنا about us من إحنا شو السيرفيس استبعونا وخلينا نقول أنه هيكون في عنا بعد أكيد شوك أخبار فيك تزيدوا وقد ما بدتكن ببنيش مجرد ما يفتح البيج عنكم هيعطيكم كازا choice كيف الشكل هيكون عندكم إياه فتكون إياه بتلبها الطريقة بتكون إياه بها الطريقة بتكون إياه بها الطريقة نا وأنتو الشكل العام اللي حابين يتنقوا أنا عجبني خلينا نعملوا يكون شكله بها الطريقة مثل ما شايفين بلش عندي هلأ كل شيء موجود عندي على هالي المايلة من اللابتوب هون فينا نتحكم فيها بكل شيء بالويب سايت كيف الشكل تابعك موجود هون contact أصلا نحن حطينا بالأول بالoptions نحن حابين يكون في عنا contact ناس كيف تتواصل معنا اسمه Mr.Tech مثل ما شايفين هون نحطين الاسم تابعه وهو هدول الاسس كلكم بتعبوها بستيبس كتير قليلة هون مجرد ما نيجي نكبس على OnEarth هايجي هون على اكتبع بالخط العريض وحسميها غير الاسم تابعها سميها Mr.Tech كارز حطيت كارز بقى فيكو تكبروا الفونت وتزغروه متل ما بدكن فيكو تغيروا الألوان تبقيتها فيكو تحطوها بالنص bold underline وتحطوا description اللي موجودة بالويب سايت من تحت هول الصور فيكو تغيروها من تحت متل ما انتم بكل سهولة زائد انه حطوا الصور اللي موجودة حطا عنكم بالويب حطا عنكم باللابتوب وتركبوها بكل سهولة فينا فوت عننا من فوق وهلا دخلنا على الشوب وعند الشوب فيكو تحطو ازا بدكن تبين الشي grid او فيكو تشوفوه بالطول او بالعرض وقديش هي الاسعار اللي احنا حنبدأ نحط فيها لغرادة طبعونا شو هي السيرفيس تابعونا متل ما شايفينه هون هدول فيكو تغيروها وتحطوها متل ما انتو بترتاحو اخر شي من تحت هون فيكو تضيفو language وتعملوه باللغة العربية ويكون عنكم two faces two وجهين موجودين للويب تبعوكم يا بالعربي يا بالانجليزي فينا نغير بسهولة كل صورة موجودة عنا ونحط صور من عنا مجرد ما تعملو لها drag موجودة من اللابتوب من pc وتحطوها هيكو بلحظة صارت عنا او فيكو عن طريق النقطة الخضرة الموجودة شافتني replace للبيكتشر الموجودة وكمان تاخدو صورة من الانترنت او صورة موجودة عنكم تعملو لها adjustment بالطريقة اللي بدكم اياها اكيب هنا نعمل تعديل على الكلام الموجود وفيكو تكتبوه حطنوا بالعربي او بالانجليزي متل ما حكيت من شوية صفحتين او صفحة واحدة تعملو بالعربي او الموجودة فهنا replacement للصورة الاستية وانا محفظ هاي الصورة كانت عندي اياها لسيارة خاصة في وتزيدوا قد ما تكون صور موجودة على الصفحة هيك بشكل عام هي شكل الصفحة هتكون هلا فيني بعدين ازيد اشياء تانية حط بوكسات زيادة معلومات زيادة اه والله هادي صف هيك هيا هلأ بدي يغير عنده بدي حط بوكس ثاني وثالث ورابع وواء فيك تقدم بدكم تتسلوا او حسب زوركم تزيدوا معلومات بالصفحة تكون شكل حلو وبس مشوفتوا عداش بسهولة فيكو تغوصوا اكتر وتلاقوا كذا طريقة وتغيروا اللي بدكم يا اكيد في كمان نازغ تاني موجودة بمصاري بس بشي يعني يكاد يكون رمزي هترككم اللينك بالوصف كمان كيف تفوتوا او كيف تبلشوا الخطوات تبعكم كانت تعمل الويب تبعكم زائد مبلاي بس هذا كان كاشي يوم حلقة جديدة مشوفها جمعتش جاية وبدي لكم سلام